ومين غيرهم صحرة كرة القدم حاليا الارجنتيني الالخاندرو جاراناتشو بسجل هدف عالمي هدف خيالي لصالح منشستر يونايتد في الدقيقة رقم 3 في المواجهة اللي جمعت فريقه مع فريق ايفرتون وانتهت المواجهة بفوز منشستر يونايتد بثلاثية نظيفة جاراناتشو اخد عرضية من ديجو دالة النجم البرتغالي وعمل ضربة مقصية ولا كابتن ماجد حاجة ولا في الاحلام هدف خيالي هدف تاريخي هدف عالمي بالتأكيد هياخد من دلوقتي جائزة افضل هدف في الدور الانجليزي ويمكن كمان جائزة افضل هدف في هذا العام ومش هبالغ لو قلت ان هي من افضل الاهداف عبر التاريخ يمكن النجم الارجنتيني الموهوب جاراناتشو بيعمل اضافة كبيرة جدا لمنشستر يونايتد اللاعب صاحب التسعتاشر عام عنده امكانيات كبيرة جدا بيقدمها على فترات مع منشستر يونايتد انه بيتعطل احيانا بيه الاصابات طبعا بعد المباراة سألوا الهولانجلي دي ايريك تينهاج عليه وعلى الهدف بتاعه اشاب به بشدة لكن قالوا مكرنوش بيه كريستيان ورونالدو دلوقتي كريستيان ورونالدو ادى مواسم متتالية بنفس المستوى وده اللي بيفتقده جاراناتشو في هذه الفترة لكنه بالتأكيد عنده القدرات انه يبقى في جودة كريستيان ورونالدو لعب موهوب جدا يا جماعة اعتقد انه هو هيبقى اضافة كبيرة جدا ليه منتخب الارجنتين في الفترة القادمة المنتخب اللي قدم مارادونا وقدم ليو ميسي حاليا بيقدم جاراناتشو اللعب اللي عنده اصول برضو اسبانية او مولود في اسبانيا وكان من الممكن انه يلعب ليه منتخب اسبانيا لكنه اختار فيه انهاء اللعب ليه التانجو الارجنتيني الهدف التاني النهارده المانشستي يونايتد سجله ماركوس راشفورد في ديئة ستة وخمسين من ركل الجزاء وفي ديئة خمسة وسبعين انطوني مارتيال بعد اسست من ترونو فرناندس بيضيف الهدف التالت ليه منشستي يونايتد فوز كبير لمنشستي يونايتد بالتأكيد محتاجه في هذه الفترة محتاجه ايضا المدير الفني ايريك تينهاج اللي بيحاول انه هو كل فترة كل ما الفريق اداءه يتحسن يحصل دروب مفاجئ مش عارف ليه بصراحة لكن فيه امل عند جماهير منشستي يونايتد في هذه الفترة ان الفريق يتحسن اداءه ليه اطول فترة ممكنة النهاردة كان فيه مواجهة اخرى مهمة جدا تاتينام هاتسبر في مواجهة اسطن فيلا اسطن فيلا بيواصل اداءه المميز وبيفوز خارج ارضه على تاتينام هاتسبر بثنائية مقابل هدف الهدف الاولاني سجله ليه سلسو ليه تاتينام هاتسبر في ديئة 22 في الدقيقة 45 زائد 7 استطاع تاريس ان هو يتعادل ليه اسطن فيلا وفي ديئة 61 النجم الانجليزي المتقلق هذا الموسم اولي واتكنز بيسجل الهدف التاني المهم جدا ليه اسطن فيلا عشان يحقق الفريق ثلاث نقاط في غاية الاهمية ترتيب الدوري الانجليزي قبل جولة واحدة من او قبل مباراة واحدة من نهاية الجولة هتجمع غدا ما بين فولهم وي وولف سويلفر هامتون ارسنال في الصدارة برصيد 30 نقطة في المركز الثاني منشستر سيتي 29 نقطة ليفر بول في المركز الثالث 28 نقطة استون فيلا اللي عامل اداء مميز جدا حتى هذه الجولة في المركز الرابع بالتسوي مع ليفر بول بـ 28 نقطة طاطن وهادسبرد في المركز الخامس 26 نقطة منشستر يونايتل في المركز السادس 24 نقطة نيوكاسل 7-23 نقطة برايتون 22 نقطة 20 نقطة في المركز العاشر تشيلسي اللي بيواصل اداءه المخيب ليه الامال برصيد 16 نقطة في المركز 11-16 نقطة وولفس في المركز الـ 12-15 نقطة كريستال بالاس 13 بـ 15 نقطة في المركز الـ 14 بـ 13 نقطة فولن في المركز الـ 15-12 نقطة بعد كده بورنموس في المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة لوتونتاون في المركز السبعتاشر 9 نقطة شيفلد يونايتد في المركز الثمنتاشر خمس نقطة ايفرتون في الـ 19-4 نقطة وبرنلي في المركز الاخير بـ 4 نقطة في المركز العشرين لازم نلفت النظر لحاجة مهمة جدا ان ايفرتون تعرض ليه خصم ليه 10 نقطة بحالها طبعا صعب جدا في البريمير ليج ان انت يتخصم منك 10 نقطة ويبقى بعد كده مطلوب منك ان انت تعود ده خصوصا ان انت من الفرق اللي بتنافس على الهبوط ايفرتون تعرض ليه خصم ليه النقاط علشان اللاعب المالي النظيف بالتأكيد الفريق ومجلس ادارته بيطعنوا على هذا الخصم لكن حتى الان الفريق تخصم منه 10 نقاط واعتقد ان هو هيبقى موقف وسيق جدا في الدوري الانجليزي الفترة القادمة لو العشر نقاط دي ما عادتش مرة اخرى للفريق لان زي ما احنا عارفين الدوري الانجليزي مفيهوش هزار النقطة بتفرق حتى الان بيتصدر صدارة هدافي بريمير ليج النجمل النلويجي ايرلنج هالند في الصدارة برصيد 14 هدف بعد ما اضاف هدف في هذه الجولة في نادي ليفر بول في المباراة اللي انتهت باتعادل ايجابي واحد واحد ما بين الفريقين مو صلاح اللي غاب عن التسجيل في هذه الجولة في المركز الثاني عنده 10 اهداف بعد كده جاروب بوين والمهاجم وسط هام ينايتد عنده 8 اهداف سون هيونج مين النجمل الكوري قائد طاطلا مهوتسبر 8 اهداف ايضا ايزاك اللعب السويدي نجم نيوكاسل ينايتد سبع اهداف اولي واتكنز اسطون فيلا سبع اهداف كيلوم والسون نيوكاسل سبع اهداف بعد كده ايفان فيركسون برايتون ست اهداف هيونج هيتشان نجم وولفز ويرفر هامتون اللعب الكوري الجنوبي ست اهداف نيكولاس جاكسون اللعب السنغالي المميز مهاجم كويس قوي اضافة كبيرة ليه هجوم تشيلسي هذا الموسم عنده ست اهداف على الرغم من الاداء السيء بعد كده عندنا برايان مبومو برينلي ست اهداف دومينيك سولانكي بورنموس ست اهداف ادوارد كريستال بالاس خمس اهداف انتونيو جاردون نيوكاسل خمس اهداف ويدي نكتا مهاجم نادي ارسنل عنده ايضا خمس اهداف الاسست بيتربع على عرش صدارة اكتر اللاعبين صناعة للاهداف حتى هذه اللحظة النجم البرتغالي بيدرو نيتو اللعب المميز جدا اللعب البرتغالي المرشح لانضمام للعديد من الاندية في الفترة القادمة سواء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة او في الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد اللاعب كان مرشح في فترة من الفترات انه يكون بديل ليه مو صلاح في صفوف فريق ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح المتقلق هذا الموسم مع ليفربول كان فيه كلام انه ممكن محمد صلاح يرحل الاتحاد السعودي كان بيدرو نيتو من ضمن الاسماء المرشحة لتعويض النجم المصري الكبير كريان تريبيير نجم نيوكاسي يونايتد عامل ستة اسست طبعا بيدرو نيتو عامل سبع اسست بعد كده جيرمي دوكو نجم منشستر سيتي اللاعب البلجيكي الموهوب جدا اللي في خلال اشهر قليلة هيرشح من الافضل عالميا بشرط انه يحسن جودته على المرمى شوية لان القرى ما بتتاخدش يعني كده باختصار من جيرمي دوكو برقص زي ما هو عايز حاجة يعني حاجة مش افتقاش فكرة القدم قبل كده لكنه اختراع جديد من اختراعات بيب جورديولا عندنا جيمس مادسون لعب تاتا نام هاتسبر عنده خمسة اسست بوكايو ساكا نجم ارسنال عنده خمسة اسست محمد صلاح نجم نيفربول نجمينة المصري عنده خمسة اسست ايضا محمد صلاح سجل عشر اهداف ويصنع خمس اهداف يعني مساهم فيه خمستاشر هدف لليفربول هذا الموسم جيمس وارد براوس واستهام خمس اهداف ايضا اسست الهدف الكبير لأسطن فيلا عنده ايضا خمسة اسست بعد كده عندنا جوليان الفارز النجم الارجنتيني اربعة اسست طبعا لعب منشيست سيتي كوفل نجم وستهام يونيتد اربعة اسست كونور جالاهر نجم تشيلسي لعب خط الوسط الانجليزي الصعد اربعة اسست داروين نونز النجم الارجواني مهاجم ليفربول اربعة اسست على فكرة كلهم لمحمد صلاح وده يقولك قد ايه فيه تفاهم كبير جدا ما بين داروين نونز وما بين مو صلاح وبالتأكيد علشان كده محمد صلاح دايما بشيد بيء الامكانيات الفنية والبدانية لداروين نونز عندنا بعد كده جوردن ايو النجم الغاني لعب كريستال بالاس عنده تلاتة اسست ليون بايلي عنده ايضا تلاتة اسست لعب نادي اسطن فيلا مواجهة كانت جميلة جدا في هذه الجولة افتتحنا بيها الجولة ما بين منشيست سيتي وليفربول قمة هذه الجولة انتهب بيء التعادل الايجابي واحد واحد كانت قمة هذه الجولة المباراة كانت جيدة لم ترقى لي الامال والتطلعات ان احنا نشوف مباراة تاريخية لكنها كانت مباراة تكتيكية على اعلى مستوى خصوصا من جانب المدير الفني الالماني المميز ليفربول اللي قدر يطلع بنقطة مهمة جدا من هذه المباراة خلت حتى هذه اللحظة ليفربول بيصارع على صدارة الدورة الانجليزي في المركز التالب بتمانية وعشرين نقطة بفارق نقطة واحدة فقط لغير عمانشستر سيتي اللي في المركز التاني وبعد ارسنال اللي في الصدارة براسيه التلاتين نقطة بازن الله تبقى الجولة القادمة من بريمير ليج اكثر امتاعا لو اول مرة شوفنا مش حاصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو بنتابع كل اخبار كرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة علمية اشوفك على خير بازن الله شكرا لكم سلام عليكم اشترك في القناة